تنفيذنا لتوجهاتي صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس العلا حاكم الشارقة أعلن سعادة الدكتور عبد العزيز سعيد المهيري رئيس هيئة الشارقة الصحية تفعيل تأمين الصحي لوالدي الموظف والمتقاعد المواطن في إمارة الشارقة بدءا من اليوم بما يشمل 3700 أب وأم وبتكلفة قدرها 123 مليون درهم عن طريق البحيرة للتأمين ومن لم يسجل والديه عليه مراجعة جهة عمله خلال 60 يوما